تفائل المستثمرين بصعود القوي الذي شهدته أسعار الذهب وتحديدا في جلسة الرابع من أغسطس والذي كان حلله أغلب المستثمرين بأنه بسبب مخاوف الركود الاقتصادي القادمة بأنه سيكون الملازأ الآمن وربما توقع البعض استعادته لمستويات ربما تكون تاريخية وخصوصا أن هناك أيضا جزء من المستثمرين يرون أن أسعار الذهب حاليا عند مستويات متدنية وأنها مناسبة للشراء ولكن مستثمرين آخرين يرون عكس ذلك ولكن بكل الأحوال ما سنتحدث عنه الآن هو ليس تحليل لفترات قصيرة الأجل وإنما نتحدث عن سينوريوهات لفترات متوسطة أو ربما طويلة الأجل وهي بالتأكيد ليست توصية بالشراء أو البيع بالنسبة لأسعار الذهب وإنما استعراض لهذه السينوريوهات فقط بداية ماذا حصل في جلسة الرابع من أغسطس لأسعار الذهب نلاحظ هذه الشمعة الخضراء التي سجلتها العقود الفورية للذهب في جلسة الرابع من أغسطس كان من خلالها حقق الذهب أعلى مستوياته منذ شهر تقريبا اقترب كثيرا أيضا من مستويات الألف وثمانمائة دولار وأيضا هذه المكاسب اليومية التي سجلتها العقود الفورية للذهب كانت الأعلى تقريبا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية أي نتكلم عن حوالي أربعة إلى خمسة أشهر بالفعل وهذا ما أدى إلى التفاؤل الكبير بأسعار الذهب لاحظنا في جلسة الخامس من أغسطس عودة وجنة أرباح عند هذه المستويات المرتفعة أي عودة إلى التراجع بسبب مخاوف أخرى بأن الزهب لن يحقق هذا الصعود كما نرى بداية لنحلل طبعا المؤشرات أو جميع البيانات الاقتصادية مقارنة مع الزهب والتي هي التي تؤثر بأسعار الذهب إذا قررنا بين الارتباط العكسي التاريخي والمعروف طبعا بين أسعار الذهب وعوائد السندات دائما عندما تصعد عوائد السندات الأمريكية نلاحظ أن هناك انخفاض على مستوى الذهب وهذا يدلنا هنا بالنسبة للرسم البياني الموجود هذا الارتباط العكسي الذي وصل إلى أكثر من 20% منذ بداية 2022 وسبب هذا الارتباط العكسي أنه عندما ترتفع العوائد السندات الأمريكية مع صعود أسعار الفائدة منذ بداية 2022 هذا يعطي طبعا انخفاض للذهب لأن المستثمرون يلجئون إلى العوائد المضمونة بالنسبة للسندات مقارنة مع الذهب هذا بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية ماذا عن علاقة الزهب مع الفضة؟ بالنسبة لعلاقة الزهب مع الفضة نلاحظ هذا الالتصاق تقريبا في الحركة بين الزهب والفضة لأن المعادن الثمينة بشكل عام تتحرك باتجاه مشابه ولكن هنا ربما نجيب عن سؤال مهم جدا بالنسبة لموضوع أسعار الزهب هل أسعار الزهب مرتفعة بشكل عام؟ ممكن أن نقيس إذا كانت أسعار الزهب مرتفعة أو منخفضة بشكل عام مقارنة مع أسعار الزهب سعر الزهب حاليا هو بحدود أو أعلى من 1700 دولار بالنسبة للفضة هو بحدود 20 إلى 21 دولار بشكل عام تاريخيا نسبة أسعار الزهب إلى أسعار الفضة يجب أن تكون بين 40 و 80 مرة تقريبا إذا قررنا حاليا بالوقت الحالي نسبة أسعار الزهب إلى أسعار الفضة نجد أنها 89 إلى 90 مرة تقريبا أي أن أسعار الزهب أعلى من أسعار الفضة بأكثر أو بحدود 90 مرة هذا يدلنا على أن أصلا أسعار الزهب حاليا إذا اتخذنا هذا المقياس هي بالأصل مرتفعة وهنا يستخدم المحللون هذا المقياس للإشارة إلى أن أسعار الزهب أصلا هي مرتفعة وربما لا تشهد المزيد من الارتفاعات في ضوء هذا المقياس أما بالنسبة لي علاقة الزهب بمؤشر الدولار وهو المهم وخصوصا مع البيانات الاقتصادية والركود الاقتصادي الموجود حاليا وخصوصا الخلاف الموجود حاليا هل هناك ركود حاليا في الولايات المتحدة أو لا يوجد ركود هذا الأمر ربما سيحدده بيانات الوظائف وبيانات البطالة الأمريكية بشكل عام وخصوصا أننا نترقب بيانات وظائف مهمة جدا في حال كانت بيانات الوظائف متطابقة مع التوقعات وكانت سلبية فهذا الأمر ربما لحد ما سيؤدي إلى انخفاض الدولار صحيح أن هناك ارتباط عكسي بين الدولار والزهب بشكل عام أي أن كل انخفاض في الدولار سيؤدي إلى ارتفاع في الزهب ولكن بعض السنوريهات تشير أنه حتى في حال كان هناك تخفيف بالسياسة التشددية للفدرالي الأمريكي والذي سينعكس بدوره بشكل سلبي على الدولار هذا الأمر ربما لا يؤدي إلى صعود الدولار كما هو متوقع وكما هي السنوريهات التاريخية تحكي بشكل عام لأن هذه المرة يتحدثون أن هناك إشباع بالذهب بشكل عام أي ليس من الضرورة في حال انخفاض الدولار أن يرتفع الذهب الأمر الآخر أن أيضا ربما معدل المخاطرة بالنسبة الموجود حاليا بالنسبة لمناجب الذهب حاليا ليس من الضرورة في حال انخفاض الذهب هذا الأمر ربما سيواكبه ارتفاع في الذهب لذلك يظل الاحتمال الأكبر أن لا يحقق الذهب ارتفاعات على المدى المتوسط والمدى الطويل وأيضا ربما ستظل بناء على هذه السينوريوهات التي سنتحدثها مستويات الألفين وربما حتى مستويات الألف وتسعمائة دولار بعيدة على المستوى المتوسط والطويل الأجر اشتركوا في القناة